رحب بضيف مشروع برحي جوس اسمه طبعا بارم جوس صاحب هذا المشروع حمد الفاضل مثل ما احنا شايفين جدامنا مثل هالكرت هالجميل هذا اللي موجود فيه الفوائد راح نتكلم عنها بشكل كامل عن ما يخص الفوائد في هذا العصر لقدما نمسي عليك بالخير حمد أمسيكم بالخير وأمسي المشاهدين ويعطيكم العافية على البرنامات الله عافيك الله يسمى الله يحمد ويعطيك العافية الله يزاكي مشروع يعني للأمانة لكل استغرب منه ولكن إبداعات وإبتكارات شباب الكويتي بالتأكيد يعني ما هي جديدة لا محزودة وما هي جديدة عليكم ولا هي غريبة عليكم مثل هذه المشاريع الغريبة ولي بنفس الوقت تكون متميزة بدر ويعني ولها فائدة سواء للشاب صاحب المشروع أو حتى للمجتمع بشكل عام خلنتكلم أحمد عن مشروع برحجوس شنو هو العصير هذا شنو هو البرحجوس كلمنا عن المشروع بشكل عام أول شي بسم الله الرحمن الرحيم برحجوس هو اللي هو بالم أنا سميه البالم جوسي اللي هو معنات النخلة خاصيتها الاسم أنه عبارة عن يشمل الكويتيين أو المقيمين عشان يكون الكويتيين كافة المشروع الله يسلمكم عبارة عن عصير برحي عصارة البرحي لسأني لازم ندخل المشاهد بالخيال تخيل مشاهدنا الوصف وإذا يعانى الله يعينك صحيح عصارة البرحي عفوا تخلط من الحليب قليل دسم بديت يعني بهالمشروع قلت خلا تشوف نفسي وخاصة أنه فاكهة كويتية نعم وهذا شوي يميز الموضوع يعني إحنا اليوم مثلا يقول لنا فوايد عصير البرتقال فوايد عصير الليمون صحيح ولكن هذا العصير رحنا يبينه مضرة يعني أما البرحي هي فاكهة الكويت نعم بالضبط هذا الصراحة اللي شوي يميز المشروع نعم تكلمنا عن المشروع وما يخصه هو مشروع برحي البالمجوز هذا المشروع قلنا عصير ومثل ما قلت لكم قبل لا نبلش ويا ضيفنا حمد قلت لكم مشروع برحي أو بالمجوز هو مشروع بيد كويتية لكن عصير صيفي أنا سميه عن نفسي عصير صيفي إذا تم تبريده طلعت كشته طلعت بحر طلعت بر ما لكلها العصير هالطيب طبعاً ليروي أنا بجربه وياكم بعد شوي لكن أبيتكلم عن فكرة هذا المشروع من وين يأتلك يعني هالعصير هذا الرطب موجود من الزمان صحيح وإضاً الحليب موجود ولكن الخلطة هذي من وين يأتلك وشون بلشت فيها بدت وياي الفكرة أنه هو ترى عصير هو مختراع هو كان موجود في الكويت قبله هل الكويت كانوا يستخدمونه ومرة من المرات أنا بيامعته هالتذي شربته كتجربة عن طريق الهل شفت أنه يبيله تعديله شوي فقعته جابله وقلت هذا هذا مجالي أنا أحب البرحي وحلاته وايد حلوة يعني الناس مثلاً في بعض المشروبات غازية ولا غيرها بتكون فيها حلات ولكن مضاف عليها سكر صحيح الأمان هذا المشروع مو مضاف سكر نهائياً هو سكري من نوفي بالضبط حلو فقلت خلا ودي وسوي وأروح الدوانية كالعادة اللي هما التجربة الصراحة وديت الدوانية استغنسوا عليه فمسكني واحد قال لي حمث ليش ما تبدل المشروع قلت هالا ما أدري شون قال لي جرب والله سويت لي صفحة بالإستقرام وقلت يلا خلا تشوف دربي حلو والله وبدأت شفت أنه فيه إقبال حلو وانطلقت الحمد لله الله يوفقك إن شاء الله يا أحمد شون تشوف التجيع من أهلك من المقربين حولك من ربعك يعني مجرد ما طلحت الفكرة عليهم أو عرفت المشروع عليهم شون شفت التجيع صراحة أهمة الأول ناس الدافع اللي قالول يروح انطلق والدليل إنه وين ما يروحون يبول عصير وياهم تسويق مثل ما يقولون مجاني مجاني ايه والله الوايد ساعدوني به الموضوع أنه أنا أغلب الدواوين أو المجالس الأهل يا بينا حمد نبي عصير برحي عندما يمع الفلانية فوايد انتشر هالموضوع بين الأهل حمد يعني ما كان مجاملة شام صدقاء وانت رأي جاملون ساعد بس أنا بعطيكم رأي بعد شوية لا تحاتون فسنه ما كان فيه يعني نوع كان تشجيع منهم بان انت تطلع في هذا المشروع وهو عصير وابتدأ مثل مع أخونا مثل ما احنا شايفين بمشروع جميل زجاجة شكلها حلو الزجاجات الموجودة بأحجام مختلفة عندنا حجمين هذين حجمين بس صحيح نبي طريقة تصميم الزجاجة هذه بعد ما بديت في الأصل للأمانة أول شي بديت أنا بطل بلاسيك حلو وكان بطل حادث ذي شكله بعدين قلت أنا خل أبدع فيه كون أنه شراب طبيعي طازج صحي قعد تسأل شنو أفضل شي كأنه يكون يوصل للعميل بأفضل طريقة قالوا بطل الزجاج هو أفضل شي فقعد تدور بالسوق شنو أفضل تعبئه قالوا للزجاج وقعد تدور لما حصلت هذا الشكل اللي هو الزجاج نعم طيب محمد إذا ما تكلمنا عن الفائدة الصحية للعصير كلمنا عنها شنو هي فائدة الصحية تحديدا طبعا فوايدة وايد أنا بديت أحصرها شوي وقمت أي واحد يطلب يوصل للفوايد نفس الكارت هذا اللي بلشنا فيه موجود الفوايد كاملة اللي يحب طبعا يشتري العصير هذا وراح يتواصلوا يا حمد راح يدزل مثل هالبطاقة هالخضرة هذه اللي هي راح تعطي الفوايد كاملة نعم أفوا أن الفوايد أول شي هو يعتبر وجبة غذائية متكاملة لأن الحليب زائد البرحي سبحان الله أهلنا قبل ترى ما عندهم غير التمر وهو الحلات وثاني شيء وجبتهم فمن بعدها يعني رصدت أن هذه فايدة الأولى ثاني شيء اللي هو لين العظام مثلك عارف أنت الوجبات السريعة زائد اللي هو المشروبات الغازية تأدي إلى هشاشة بالأعظام هذا وايد يساعد أنه يقوّل الأعظام بالجسم زائد اللي الله يكافيكم شره طبعا تكسر بالدم وايد مفيد حقه فحصرت الفوايد هذه بعض منها والفوايد طبعا مثل ما ذكرت بالكرت نعم نعم حذر فكرة حلوة عزيز أن الواحد يخط الفوايد داخل الكرت مع العصير خصوصا مثل ما ذكرت بدري أو ذكر أحمد قبل شوي تشرب عصير بارد صحي أنت وتبريدك لا لازم هو بارد بارد يعني يكون أكيد بارد صيف أكيد يعني يكون وزد على ذلك أنه يكون الكفايدة صحية من خلال هذا العصير طيب أحمد إذا ما تكلمنا عن موقع المشروع يعني هل هناك موقع الناس تقدر التواصل فيه من خلاله صحيح الأمانة عندي الموقعي للسجرام اللي هو بالم بي اي الام اندرسكور جوس اللي هي كلمة جوس هذا الموقع التواصل مثل ما هو مبين بالشاشة نحن نشوفه معك أي والله فهذا يتواصلون بياي أو رقم من الموبايل أهم الموجود بالسجرام نعم وأضيف على شغلة أفوا بالنسبة حق الفوائد أنه ترى مدته ثلاثة أيام أنا فكرت فيها أنه يكون خالي من المواد الحافظة أنه يوصل لك طازج يعني أنا عصر قبل لا يوصل لك فهذه أفضل فايدان بالنسبة لي صراحة بما يخص العصير هذا هل تسوي بشكل يومي فرش قاعد يعني تخلط الخلطة يعني تغم بتاع بئته له مثلا إكس باير اللي هو طبعا إنتاج طح يعني يتحدد الأمر هذا وتعبلته والعصر طبعا يكون فرش شلون الطريقة الأمانة أنا ما يعني ما يبدي الصبح مثلا وأعصر لا على حسب طلب العميل يعني خلنا أفرض أن أنت اليوم تب تطلب مثلا هل كثر الطلب بناء على طلبك أسوي هلو أي فيوصل حق العميل طازج يمكن قبلها بساعة أو ساعتين معصور يعني أنا قبلها بش كثر أطلب يعني تغريبا خلنقول إذا إذا تبي يوصل لك بارد مدة ساعتين قبل ساعتين ويتم توصيله يعني فيه ناس أيضا مختصين أنه يوصلون للعصير إلى أي مناطق كل مناطق الكويت طبعا مغطي جميع مناطق جميع المناطق نزين عندك مكينة عصير يعني يعني تحييرنا بما يخصص أيضا مخرجنا قاعد يقول شون قاعد ينعصر هالعصير هذا هل هو مكينة عصير يعني خاصة في هذا العصير للأمانة أنا بالنسبة حكي الموضوع صراحة يبت جهاز من برا الكويت إذا سري لا تقول لا لا هذه خلطة سرية لا تعلم لا لا جهاز للأمانة ياب من برا الكويت يقوم بالعصر بشرط أنه يكون يوصل حق العميل مثل خفيف والفوايد كلها موجودة فيه مثلك عارف في مكينة العصر ساعاتي مثل ما يقولوا إحنا الكويتين الحثاريب أي أنا الحثاريب هذا منها فايدة ترى في ناس يرمونها أنا أشوف لا الفايدة كلها فيها أكيد فهذا الجهاز يعصره بالكامل شرط أنه يوصل حق العميل كل الفوايد زين حمد هل تأخذ أراء يعني عملائك أو الزبائن أو اللي جربوا العصير فيما يخص أنه يتم تطويره تحسينه إضافات شغلات جديدة على العصير يعني صحيح بالنسبة حق العملاء أو أنا أحس أنهم الدافع لي وهم اللي يساعدوني وهم اللي ينشروني أنا مجرد ما أوصل حق العميل أعطيه أعطيه فتش أخي نقول ثلاث ساعات أربع ساعات أراسله بالواتساب أقول له شايك فيه إضافات تحس فيه شي هل أنت تحسون أنه مرتاحي من هالعصير طبعا أراءهم وايد دافع حقي فيه ناس يقولون لا حمد زيدة نكسة لأنه تعرف مغادرة شوي ايه صحيح فيه ناس تحبه مثلا حالي نسبة البرحي زيادة فيه ناس لا يقول لا قلل البرحي هذا وايد يكون دافع لي للجدام يكون اللي هو الأفضل طبعا البرحي مثل ما متعارف عليه يعني من الصعب نحن نلقاه فيه الموسم كله ففيه له أوقات معينة من الموسم يعني أنت قادر تغطي مثلا السنة كاملة هل هناك تخزين أما شنو العمل بهذا الشيء خصوصا ما فيه استيراد له أنا الحين إن شاء الله شقال بهذا المشروع أنه يضل طول السنة طول السنة طول السنة الناس تطلبها خاصة الصراحة اللي نفقده مثلك عارف برمضان قاعد يتأخر أو يجدم وقته صح فأنا قاعد أخلي خاصة برمضان هو أفضل وقت حقه الناس تحبه ويكون متوفر بهذا الوقت أي شقال على هالمشروع وإن شاء الله يعني أطلع فيها براعة اختراع إن شاء الله لها جدام أنه طول السنة الناس تشربها إن شاء الله بالتأكيد بالتأكيد يعني أحمد أنت منارك التوفيق فيما يخص إدارة المشروع إدارته هل أنت بروحك تدير المشروع وتشرف عليه ولا هناك يعني شباب مساعدين لك أيضا كويتين في إدارة المشروع أول شيء بالنسبة حق إدارة المشروع أنا أول شيء أشكر أهلي الوالد والوالدة وزوجتي اللي هما ساعدوني تأكيد بتأكيد نشكرهم معاك يعني اللي اللي أعطونا مبدأ مثلك يا أحمد الله يسلمك مع لي زود الثاني شيء أنا لأمانة شارك معارض المعارض تلاقي شباب كويتيين هم اللي يعرضون ووزعون منهم ربعي منهم إخواني اللي يعني بعملية التسويق تطوعا منهم بالضبط فأنا مجرد ما أقول لهم مشروع الرابع والإخوان وياي على طول بالمعرض يشتغلون توزيع لأن الناس تحتاج يعني أنك تسوق حق الجميع أصير برحي لأنه شوي غريب الناس وهذا ما تعودنا عليه من الشباب الكويتي بدر أن يتعاونون مع بعض يعني سواء كانوا أهل أخوان ربع أصحاب في جمعات أيضا وتوفيرها بالجمعات عبدالعزيز فهذا شيء حلو مثل المشاريع هذه اللي فيها طبعا حلو واللي فيها مشروبات اللي فيها مأكلات إن شاء الله مشهورين فيهم يعني شبابنا الكويتي مبدعين في كافة هذه المشروعات إن شاء الله قاعد نشوف نجاحاتهم من قبل طلبات الناس وأراء عملائهم طبعا طيب إحنا تكلمنا في ما يخص هذا العصير اللي هو عصير البالنجوس لكن ما ينا نتكلم عن مشاركتكم في مصنع المبادرين فيرأي ناخذ لمحة عن هذه المشاركة شالي استفدت فيه من مشاركتك في هذا المصنع الصراحة أول شيء ودي أشكر اتحاد الصناعات إنه سوّل لنا مثل أنشأ شيء اسمه مصنع المبادرين فكرة جدا جميلة أعطونا دورات جدا ساعدتنا بالمشروع كنا نقوا نخبة طبعا من أفكار وضعوها مثل خنقل في مكان يعطونا دورات إنه شون تنشئ المشروع شون عملية التسويق شون النقاط الضعف والقوة لك عشان تقدر تنتشر صراحة اليوم الحمد لله توجه الحكومة دعم الشباب شيء خيالي صراحة أنا أشيد أشيد جدا بالحكومة بمساعدتنا صراحة نعم دورات علمية وعملية أحمد تكون يعني حتى ورش عملية تكون من خلال وربنا صراحة بالشركات الكبيرة قعدنا ويا وايد مصانع وايد تساعدوننا بهذا الموضوع أنا اليوم يعني ضروري أني أنا أتعلم من الصانع الكبيرة شون بدوا وين وصلوا واقتصاب خبرات كبيرة بالتأكيد يعني لقيتوها في مشاركتكم في هذا المصنع خبرة كبيرة عصير جميل أنا الأمانة لكن بعد الحلقة عشان أستمتع واخذه إياه حتى مخرجنا ما رح أخلي له لأنه قاعد يقول لي يا أبي عصير يبي الذوق طبعا هذا العصير الجميل نبي رسالة منك توجهها للشباب المبادرين أو المشاركين في مشروعاتهم الصغيرة كدعم منك نوع من مشاركاتك في هذا المشروع أول شيء صراحة أشكركم على البرنامج الطيب صراحة تلفزيون الكويت مبدأ بهذه الشغلات شعب الكويت مبادرين في كل شيء شعب الكويت فيهم طاقة فيهم قوة فيهم تجديد فيهم الصراحة مجرد توجيه تلاقيهم مبادرين في كل شيء فصراحة أشكركم أنكم احتضاد هذه الفئة بالتأكيد لا شك مكاننا عبد العزيز هو موجود عشان دعم طاقات الشبابية دعم طاقات الشبابية وبالتأكيد يعني يا أحمد اللي مثلك وشرواك بالتأكيد ندعمهم ونشجعهم ونأخذ بيدهم وبالتأكيد كل وزارات الدولة ومنها طبعا وزارة الإعلام وبرنامج شباب قولوا فعل بدر حمد قاعد يستضيف مثل هذه المبادرات وهذا الإبداع من الشباب الكويتي في طرح مشاريعه وعرضه على الجمهور هذا واجبنا بتأكيد نحن نتواصل مع المشاهدين أيضا فيما يخص مشاركتهم مشاركة الشباب أيضا معهم فيما يخص مشروعاتهم وإنجازاتهم كل الشكر لكم على تواجدك ويانا تشرفنا فيكم الله يسلمك الله يسلمك وإن شاء الله الله يسلمكم وإن شاهدين وصلنا اليوم إلى الختام حلقتنا تمنى تكونوا استمتعتوا ويانا وعطشتوا أيضا ورح تطلبونها العصير وتتواصلون مع ضيفنا على الإنستغرام عشان تطلبونها العصير وتجربونها أني بعد شوي وعزيز راح نبلش نشربها العصير ونجربها وطبعا مخرجنا بعد راح يشربها العصير وكل الكاست إن شاء الله الموجودين كل الشكر لكم نتمنى تواصلوا معكم إن شاء الله في حلقات جديدة باشر فمالله